زيكا جميعا النهاردة في حلقة جديدة هنا في استفلا الرياكشن على هوم سينما والمسلسل اللي هنعمله هو المسلسل لما كنا صغيرين النهاردة معانا المسلسل ده الكل اللي عرفه اللي فيه خالد النبوي بس ما عرفش من فيه مين تاني او بيتكلم على ايه نزله برضو انا مبسوط جدا ان عمالة بتنزل واحدة ورد تانية يعني جو بقى التيزر ومش عارف ايه وكده العشر ثواني والخمستاشر ثانية وبعد كده يعني صباح النفخ يعني افضل بعد كده مستني بتاع اسبوع ولا اسبوع او نص عشان ينزل لي فبصراحة حاجة نفخ يعني معانا طبعا المسلسل ده النهاردة بس انا واحد من يعني تقريبا اكتر تريلر انا مرتقب السنة دي هو التريلر بتاع مسلسل نهاية بتاع يوسف الشريف وعمر عبد الجليل ده اكتر مسلسل انا مستنيه السنة دي عايز اشوف التريلر بتاعه عايز اشوف هيبقى عمل ازاي لان انا سمعت ان هو البدجت بتاعه اتصرف عليه جامد وبقى وبتاعه وحيبقى اكيد وقاله ان هو بيتكلم على المستقبل وحيبقى فيه ربو وحاجات غريبة بقى النهاردة معانا التريلر بتاع مسلسل لما كنا صغيرين طبعا كان عادة مشوفتش التريلر مرة مرة راح اشوفه معاكوا دلوقتي الاول مرة يلا بينا انا جاية اعتذرلك النهاردة لان انا مقتنع ان انا وانت في نفس المركب المكان ده كيان لي اسمه وسمعته ومش هاسمح لحد تتسقط خالص يتاخد برحته لا ما تخلص الموضوع ده صحابي المتشردين حسن شفتي قبل كده واقل كلمتك عم نفسير جدا انا مش عايز اعود هنا ياحيى ده ابني زي ما هو ابن ساعدتك بالسطح أدي يعني ممكن تقوله ان هو ماكنش داليما السليم بس يا ليس حد غيرك ي surf جبنا لا نافد رصيدك اشياغ اسيب اللي اعمل كده ان رميت فعلتمع بصوا اواواواواواواواواواواوا equالنسبت طاقبة مش هتبقى عالية للمسلسل دة بس انا حتفرج عليه عشان هتبقى بيلي عشان خلد النبوي وعشان محمود حمادة مش عشان اكتر. لمسى هذه هي 5 من 10 المسلسلات السنية يعني مش هاارف هو في ايه ولا لعب مني رب منهم المسلسلات السنية دية احساسها فقيرة بطريقة ماشطبعية السنة اللي كان في مسلسلات كتيرات اوية حلوة السنة اللي قبلها كان في مسلسلات كتيرات اوية حلوة السنة بتاعت لما كان في مسلسل وان نوس وكان في مسلسل وكان في مسلسل هذا المسائك السنة دي برضو كان فيها مسلسلات حلوة جدا مش عارف هو السنة دي في ايه يا جماعة مسلسلات السنة دي بحسها فقيرة جدا يعني السنة اللي فاتت برضو كان في حاجات حلوة كتير يعني السنة اللي فاتت كان فيه اه كان السنة اللي فاتت كان فيه قبيل كان فيه قبيل وكان فيه حدوطة مرة وكان فيه ابو جبل وكان فيه تاني كان فيه زي الشمس. كان فيه مسلسلات كتير قوي حالوة السنة اللي فاتت مش عارفة هو ايه اللي حصل يا جماعة. طولة خالد النبي ومحمود حبيدة ده طبعا السببين اللي انا عايز اتركع على المسلسل عشانهم. ومع انا كمان ريام حجاج ونسرين امين وكريم قاسم وهني عادل ومن فضالي ومحمود حجازي ونبيل عيسى ومحمد يحيا وحسن عبد الله. في ناس كتير قوي في المسلسل ده وتأليف ايمن سلامة واخرج محمد علي. زي ما قلت بس هو تقريبا التريلر حسب اللي انا فهمته ان هو تقريبا فيه جريمة قتل بتحصل وفيه حاجة بتحصل فكله بيجات وبتاع ففيه مصايب هتحصل يعني شكلها بس هو الاساس اللي انا هتفرج على المسلسل ده عشان خاطر خلد النبي بمحمود حبيدة يعني زي ما قلت مش اقتر يعني شانا انا بحب الاندول جدا بالزات محمود حبيدة يعني. بس ما عنديش ايه حاجة تانية اقولها. تماما الحلقة اكون عجبتكم ان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية قريب. ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب ولايك وشيلا الحلقة عجبتكم. وما تنسوش تعملوا لي فالو على فيسبوك تويتر وانستجرام. شوفكم الحلقة اللي جاية. باي باي.